اتقابل بهجوم شديد وتعرض لانتقاضات قوية كانت كفيلة إنها توقف مشروعه الفني إلا إن إيمانه القوي بموهبته المختلفة خلته يعافر لحد ما أثبت نفسه مش بس كمغني راب ولكن كمخرج ومنتج بيتعاون معاه كبار النجوم في العالم العربي والغريب إن شخصيته دي اتبانت في ظل ظروف مأساوية هزت كيان أسرته وحتى بعد شهرته اتعرض لأزمة صحية ألبة موازين حياته خليك معي علشان تقرب أكتر للجانب الإنساني في حياة جات شويري اتولد جات شويري في بيروت وبدأت ميوله الفنية تظهر وهو عنده أربع سنين عاش حياة مرفهة لأبعد الحدود وفجأة وهو عنده 13 سنة والده تعرض لأزمة هزت كيان الأسرة والده جات كان تاجر وعنده محلات وبسبب ظروف لبنان المضطربة خسر فلوسه وأعلن إفلاسه وكمان بقى عليه ديون واضطر يسيب البلد في الوقت اللي قررت فيه والدته وتنزل تشتغل وده بعد ما صممت تسيب ولادها في نفس مدارسهم مع حرمانهم من الأنشطة المدرسية اللي بتحتاج لمصاريف إضافية زي السفر والرحلات وغيرها من أنشطة جاد أكد إن الفترة دي على الرغم من صعوبتها إلا إنها شكلت نقطة تحول في حياته فبعد ما كانوا مرفهين عايشين في برج عاجي بعيد عن الإختلاط عاشوا حياة المعاناة ونزلوا على الأرض لدرجة إنه اضطر يشتغل وفكر إزاي يصرف على نفسه فاختار الحاجة اللي بيحبها وهي الرأس والغنى فكان بيتنكر كدبدوب بيرقص ويغني ضمن برنامج ترفيه في حفلات أعياد الميلاد وغيرها من مناسبات حرمان جاد من مركات الهدوم الغالية والسفر مع زميله مع أدوش ده خليه حط كل همه في دراسته لدرجة إنه تفوق في السنوية وجات له منحة للدراسة في جامعة السوربون في باريس ودرس تمثيل وسينما وخلال أجازة الصيف اللي كان بيقضيها في لبنان قرر يشارك في برنامج ستوديو الفن سنة 2001 وفاز بالميدالية الفضية عن إخراجه لفيديو كليب لأغنية يا مصطفى الفلكلورية واللي أعادت غناءها وقتها الفنانة ريدا بوتروس أما الانطلاق الحقيقية اللي جات كمغني على السحة الفنية العربية فكانت سنة 2003 لما أطلق كليب بأغنية أقولك إيه وبعض طرح كليبات وأغاني اتعرض بسببها لانتقادات قوية واتهامات بإصارة الغرائز وعدم مراعاة الأعراف العربية خاصة مع خلفيته الغربية المتحررة والهجوم زاد بعد ما قدم نفسه كمخرج في كليب بإلعاب للفنانة اللبنانية ماريا إلا أن كل الانتقادات دي خلته يطور من نفسه لحد ما أصبح حاليا من أهم مخرجين لبنان والعالم العربي وتعاون مع أسماء ضخمة في عالم الغنى زي الراحل وديع الصافي جورج وثوف ولي التوفيق ونوال الزغبي وغيرهم تغيير كبير ظهر على وش جاد من فترة خلى كلام كتير يطلع عن دخوله عالم التجميل وخضوعه لجلسات فيلر وبوتوكس وده اللي النفاة جاد تماما وكشف عن تعرضه لأزمة صحية في وشه تخليه خاف يقرب من أي حقا تجميلية معاناة حقيقية وعزلة تامة دخل فيها جاد لحد ما قدر يتواصل مع دكتور في أمريكا قدم له حل المشكلته بعملية خطيرة بس مشكلتها إنه هيخسر بسببها حاسة التزوق للأبد واللي بيخلي كتير من الناس اللي بيكرروا يخضعوا للعملية إنهم ينهوا حياتهم بعد فترة وعشان كده ركن جاد الحل الجراحي على جنب ولجأ للطب النفسي وخضع لجلسات تنويم مغناطيسي ساعدته على تجاوز محنته جاد تربف أسرة مسيحية متدينة إلا إن الأزمة دي خلته يقرأ أكتر في كل الأديان فقرأ القرآن مرتين وتعرف على الإسلام والبوزية والهندوسية وغيرها من أديان ولما تسأل عن ديانته الحالية قال أؤمن بأن كل الأديان بتدعو للحب والخير والبركة بس في كل دين عندي شك وعلامة استفهام فمثلا في المسيحية أنا غير مؤمن بحرمانية المسكنة قبل الجواز وغير مقتنع بأن الراجل بعد الجواز يكون تاج راسي ست زي ما بيقولوا في الكنيسة أنا مش متدين بس عندي طريقتي الخاصة في التعامل مع الوجدانيات والروحانيات وأهم شيء أؤمن بي الحب والإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر